آخر الأخبار وآخر تطورات هذه القضية أن الاتحاد لن يشارك وهذا بعد تقديم قمصان الفريقين في الاجتماع التقني بعدما قدم الفريق المغربي نفس القميس الذي رفضته السلطات الجزائرية والفريق الجزائري وهذا بسبب الشعار الخارطة المزعومة والمزيفة كل هذا وذاك حول التطورات والأمور القانونية التي ستكون رفقة محللنا والخبير التحكيمي الذي أتشرفه شخصيا باستضافته في برنامج جزائر سبور الذي سيقدم لكم الكثير من التفاصيل التي تنتظرونها من الناحية القانونية رشيد الجراج ألانو مرحبا بكم شكرا على تلبيتي الدعوة من وعدة وفا شكرا على الوفراء شكرا لكم على الاستضافة أنا وعتك قبل ما يكون القاضية التي تعيتي على جزائر عايت لي باش عندك الحصة ما أكتبش كأربي كنت في خارج وذلك يعني جبر بعد هذه والات والحمد لله أرني معك شكرا إن شاء الله نفيد المشاهدين إن شاء الله إن شاء الله هو على يميني اللاعب السابق يعني عديد من الأندية الجزائرية وكان مهاجما فدا رفيق ضغيش ألانو مرحبا بك شكرا لبيتي الدعوة وفق هذا هو مناصر لتحال العصير إن شاء الله شكرا على وجه بنوم القوية بحفظك إن شاء الله نكون عند حصنة المستمعين ومشاهدين إن شاء الله جزء حصة مميزة إن شاء الله اليوم الشعور سيكون كلاعب سابق الاتحاد وكمناصر فوق المدرجات حاليا كالعباء كالعباء سننطلق مباشرة في الحديث عن موضوع الساعة السيدة رشيدة رجالجة الاجتماع التقني انتهى ومسيري أو ممثلي الاتحاد في الاجتماع عرضوا محافظة اللقاء حول القميص الذي سيشارك به نظر بركان وهو بالخارطة تفاصيل قانونية بالخصوص هذا الأمر تفضل لأكل حال هذا الأمر كان منتظر وما يعتبر مفاجأة نحن انتظروا أن النادي المغربي يتقدم بنفس القميص يتقدم به يوم اللقاء الأول هذا الشيء كان منتظر يعني واحد عشر هنا أضريل جاو بالنفس القميص ما تخلش القميص ولكن كان تعلم النياب بش يلعبوا به القميص شخصيين كانت منتظر أنهم رايحين يحاولوا يقرروا بش يلعبوا به القميص اللي في هذا الخارطة المزعومة والوامية القرار تهي اتحاد العصيمة أنه لما اتحاد العصيمة قرر بتنقل إلى المغرب أنا فهمت عني وشو ما نوعي اتحاد العصيمة ونوعي اتحاد جزائري وهو كهو لكل حال قانونيا هو أحسن قرار يعني توقيضه من المستحسن أن ترفض اللعب وانت موجود في المغرب وكذلك في الملعب يوم اللقاء وفي توقيت المحدد لانتلاق اللقاء لأن العقوبات تختلف من أنك تنسحب ولا ترفض للعب يعني هذا الشيء يظل هدوة لقدر الله يعني يقدر يجنب اتحاد العاصمة العقوبات وعقوبة الإقاب من موسطة الإفريقية لمدة سنتين لأن هناك فرق بين الغياب كما قلت عن المباراة تماما وبين الحضور وعدم المشاركة والقانون واضح في خصوص هذه النقطة سنعود إليك رشيد رجلاج من أجل حديث عن التفاصيل القانونية الأخرى والمتمثلة في الإجراءات التي تقوم بها إدارة اتحاد الجزائر بإشراف الاتحاد الجزائرية من أجل إداعي شكوى في المحكمة التحكيمة الرياضية الدولية بالعودة الاجتماع عن طريق تقنية الزوم بين محاميين جزائرين وممثلين الاتحاد العاصمة وعضاء لجنة الطعون اختلاف الكثير وتضارب الآراء لو توضح لنا سيدة الجزائرية أنه لا يمكن المرور إلى التص دون صدور قرار لجنة الطعون تابعة للكاف تفضل سيد جارج بطبع الحال هذه الاستئناف درجات وعندما يتعلق الأمر بقرار من أحد لجنة القاف فالدرجة الأولى للاستئناف ولا للطعن هي أمام لجنة الطعون الاتحاد الإفريقي للكورة القدم يعني لا يمكنك تذهب مباشرة إلى محكمة التحكيمة الدولية المحكمة التحكيمة الرياضية الدولية بلوزان دون المرور هذه الاستئناف من درجة ثانية دون المرور برجن الطعون للكاف لكل حال الإجراءة هذا قام بإدناد الاتحاد العاصمة وكذا معاهل الاتحاد الزائر للكورة القدم لما قدموا الطعن غادت وصول قرار بخسارة الاتحاد اللقاء الأول يعني خسارة فورفي وما كانوا في استطاد عمراسرة هذه هذه عمراسرة خسارة فورفي بتروازن وما كانوا في استطاد واللي محبشي لعب ما محشش يعني سي إلوغشت يعني ماشي سي بول لاسك سي بول لاسك هزلية هذه قرارات هزلية يعني الله قرارات هزلية نحوصي نحوصي كيف يكون في براسات الناس دون ونقول كيف يخموه كيف يخموه في اكتخاذ قرارات مثل هذه لذلك الإجراءات الان سليمة قرأت في وسائل التواصل الاجتماعي ان اجتمعت اللوجنة ودخلوا ممثلية اتحاد العاصمة وكذلك المحامون انت عمرا تقنيه الفيديو وقالوا بلدفعوا الميلة في الدعوة يعني أنا شخصيا وما كل واحد حور وانا كيم يقولوا ما جنت لون دول صورة برسون يعني ما نش نفيد دورس للناس وانا اقولوا كيف يتخ worrying وانه وقتنا على الرجاء يعني نفهم ويقراها بلنا من للهول نبقي لوجنة الطعون لا تقصص قرار اللوجنة لا نصف الكاف لان اخرى اليوم الاتحاد الافريقي للكورة القدم رأيت استراتيجية عندها عنوين واحد ضد الجزائر إذا كان هناك لقي لوجنة الطعون يعني عني بركه ян انا نجي انك يا محامي ونا نجي مع المحامي نخصر تكاليف على صفحتك على كشفتك على Behavior point P18 مانا قيموش على كشفتك على الوقاح والقوانين وبين بالي وانا بس قديم او الله ولا طيدك هذا هو الشيء الذي نقوله لا تطرح عليها سؤال نقرح عليك سؤال السلام عليكم الجميع رشيد الرجاج وانا كنا باش نولي سؤال تاعك سمح لي الإجراءات كما قلت من قبل الإجراءات سليمة هذه الإجراءات القانونية اللازمة والواجب باتباعها لابد الجميع اتباعه الجميع الأغالية أن سيد رشيد الرجاج نحن كإلميين كمتابعين كمناصرين كمشجعين لفريق اقتحاد العاصمة سؤال سيكون لك مباشر سيد رشيد الرجاج ما هي الحضود القانونية لفريق اتحاد العاصمة بعد التوجه إلى التص والله لما تشوف قرارات الكاف يعني القرار الأول اللي خل باش يكونوا اتباعات هذو هو السماح للنادي المغربي بيخاوض المنافسة ولا بيخاوض موش المنافسة كلها يعمل باش نتفهمه بيخاوض لقاء الذهاب في ليبيا وكذا العودة في المغرب لدي أبو سليم أبو سليم ليبي وكذا بعد فاضيحة حكيمية المباركة تما كانوا يوجدوا القامس هذا لعبوا به غير في الربع النهائي كانوا يوجدوا باش يجيبوا بالنسبة للعاصمة وكذا قلت القارار هذا اللي لاخذاء القاف بالترخيص للنادي المغربي باش يلعب بهذا القامس اللي فيه خارطة وهمية هو منافي للاوائح يعني ملزمة ملزمة على كل اتحاد وطني أو كونفيدرالية قارية أنا أنا نتطبق يعني كي نقرأ هذه المواد وهذه المواد كي تقرأ يعني ما تطلبش منك يعني دير استنتاجات شروحات واضحة يعني الميلاد في الطاس راح تكون منقشة قانونية منقشة قانونية لم عرفة لا منقشة قانونية وفي المناقشة القانونية أنا 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 شخصيا مواثق أنا ندي اتحاد العاصمة ونحي يسترجع ان شاء الله حقوه من الطاس خاصة وأن الاتحاد جزائر لكورة القدم حسب هما بلغ إلى مسامعي أنهم يعني عينه هئة الدفاع مكتب محمد مكلف مكوّن من خمس محمد لا هئة الدفاع قوية لأن لما تروح يعني قضية من المحكمة لوزان الطاس المحكمة حكمة دولي بلوزان مدام احنا اليوم ما عندناش يعني المحامون جزائريون مختصون نعرف مثلا الوعد يعني 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 يعرف يقدر رفع ولكن روما مش يعني ما هو ما ميداش إشار نروحه والناس يعني ما تعرفه ستحنا أنا نعرفه خدمت معاها مير في لوجينة المنازعات تعال فيفا في عارفين و أربعتاش أو أخير عارفين وربعتاش يعني القيمة وكفاء ما شاء الله ولكن قلت يعني ما دام احنا ما عندناش محمد ياخدون العين من 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 الأفضل أن المحمد يعني يعني يتعينهم يكونون من سويسرا سويسرا بريجيكا فرنسا هذو معناه الدول اللي عندن محمود المتمرسين في محكمة تحكيم رياضية بلوزان وليهذا أنا قلتك يعني أنا شخصيا